السلام عليكم يوم تابعين قناة اليساوي كده فيديو جديد كل يوم ثلاثاء الساعة ثمانية مساء زي ما عودناكم ولا تنسوا هذا الموعد ومكونات المتبوس الدياي الكويتي عندنا العيش طبعا اللي هو الرزب السعودي وعندنا حبايبنا ليمون ناشف وعندنا قرفة وورق الغار وقرنفل وهيليا معلم وعندنا زبيب وعندنا الحمص اللي هو النخلي أهل الكويتي عندنا البصل وعندنا الثوم وعندنا بوهارات مشكلة طبعا هذي بوهارات مؤيد اللي راح يتذوقها لجميع وصلت التقنية طبعا السعر راح يكون في متناول الجميع وصلت التقنية تقنية وصلات عندنا زعفران وكركم وعندنا الدياي مكونات الدقوس طبعا ما يصير مكبوس بدون دقوس معانا البصل وحمر يا طماطم لون الدم تيريري لون الدم وبرضو لون الأحمر حق الكويتي وعندنا هنا زيت وعندنا معجون طماطم طبعا مغطيها هايش طبعا لانا دفع بويه ما فيش ما في بلاش ندفع بلت هي العصر وعندنا تلفل السود وعندنا ملح يا ملوحة ونحط الأويل ونحط البصل وامت ملحة شوف ومين ذا هنا اقول لكم المتشموس الكويت لو ذكته راح تقول ايوه يا شيخ وعندنا حبيبنا القفشة القفشة بالكويت يقول الملعقة عندنا ملعقة عندنا اقول القطلة والعراقين ايش اقولولا خاشوقة قولها. نبغاكم كل واحد يكتبونها تحفل التعليقات من اي بلد هو ويش تسموا الملعقة. اكتبوها تحفل التعليقات. احنا سميها ملعقة. واحد الكويت يقولولها ايش قفشة. قفشة. انا سميها القطلة يا معلم. ايه. وفي مصر تقولهم ملعقة. ملعقة. ايه هو? تسوكلت. ميش? تسوكلت. وتقريبا خفيفة يا معلم. هذا الثوم. نحطه الآن مع البصر. وتقريبا خفيفة يا معلم. نحط البهرات. وتقريبا خفيفة يا معلم. ونحط الديعي. ونقلبو. مع البصل والبهارات والكشنة. هل نتقلب بالقفشة؟ بالقفشة. شوف يا عطاف. اسمع الصوت. عطاف. دحين اللي حط البهارات المشكلة. اللي هي بوهارات يا معلم. ونحط الكركم. اهم شيء الكركم. ونقلب بالقفشة يا معلم. الله عن الريحة. أهنيكم يا أهل الكويت على الأكلة صراحة. منجد أكل لفخامة صح صح يا معلم. المشبوس التشويتي والله شغل نظيف ترى ما شاء الله. دياي. والدقوس لسه باقي الدقوس لحين. تتابع الفيدل للنهاية يا معلم. شوف الشغل. هندجس اليوم. هي ايه سموه الكويتين اللي مرجع. الايه مرجع؟ ولا بوه يا أصفيل. إلا. احطك مرجع ياما؟ نعم. وهذا الملح. نرش الملح. لحين نغطي الجدر ونخليه خمس عشرين دقيقة. يهي. ما يحتاج أتكلف خلاص. حلال. هل شلنا عنك في الأصوار. جاهزين هم أصلا. هل هذا ما يحتاج. ونسيت أقول لكم الفايز في حلقة اليوم. بتشوفوا من هو اللي فاز. يمكن تكون انت. روح على حسابهم في الإستجرام. وراح تشوف من هو الفايز. ونقول له كمان ألف مبروك. طبعا عند الحين ما عندنا سحب. طفرنا. طفرنا صراحة. إن شاء الله ضابعنا بهارات. يمكن جاءتنا فلوس يمكن نسوي سحب على سيارات ام جي صينية. ما ليمسف عايدة. لا. بقر عايدة كمان. بقر عايدة. بقر عايدة. في أبوية عن زمان العلاقي بك. ودحين بنسوي لكم الدقوس. ونحط الزيت. ونحط التوب. وندلمو مع الزيت. ونحط القليل على سب. فلوس يبقى ثم. ونضيف الصلصل على مجرد. ونضيف الطماطم. ونضيف الملح. وهذا الملح. تقليبه خفيفه يا معلج نحط شوية ماء ونقلبه يا حبايبنا تقليبه خفيفه يا معلج نرخي النار ونغطيه ونخليه يتسبك يا معلج وهذا الدقوس بعد ما نتسبك على قولم شو ما شاء الله دقوس انا كيف سار نحن نسوي الحمسة مع بعض بسم الله طبعا هذا الحمسة طبعا لها طريقة بالذات في البصل بدون زيت نضع البصل نقلب البصل بعد ما حمسنا البصل شوفوا اللون صار كيف اللون الكراميل على قولهم طبعا لما موية البصل شوحنا كل ما الماء نشفت حيث البصل تحطوه لموية خلاص دحين اللون كده مية مية دحين نحط الزبيب تقريبه خفيفه يا معلج ونحمس الزبيب مع البصل يا معلج ونحط الحمس اللي هو على قولة حبيبنا هدا الكويت النخلي دحين نحط كركم طبعا حسب الرغبة دحين نضع الزيت أكل صح صح يبعلي ثم ان شاء الله ثم نضع الزيت سوف نضع الزيت تغير شكله 180 درجة مئة وثمانين بيت جيتم متقريبة خفيفة يا معلومة ثم نضع الملح يبقى يبنى حسب الرغبة خمس عشرين دقيقة عدد وحن نفكه واه ويسا السحر هذا والله السحر يا واه ديك الهرجة هيا ما يحتاجه متحمسين اللهم صلي على محمد نحن طلع الدجاج ها رز عفران نحطه على الدجاج ودحين على الفرن اللي نتقمر وبعمك ايوان ودحين نحط العيش مادة الرزة اليوم أنا متأثري بلهجة الكوت حبايب هذا الكوت شوفوا الموية حبايبنا يعني ما تكون مرة غرقان شوفوا الرز باين شايفين عشان تطعي الحبة واقف نرخي النار عشر دقائق وبإذن الله لكل مستوي طبعا عشر دقائق عدد شوفوا الروز ما شاء الله قرب 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 شوفوا الروز عشر دقائق ما شاء الله الحبة كيف هو اكثر شوفوا ما شاء الله الشغل واقف ده حين نحطها للصفار الزعفران نحطها على جب هذا الصفار وهذه الخلطة الي سويناها يا سلام نحطها على جب أبعا نجنبها كده ونغط القدر ونخلي عشرة دقائق عشان البهارات حقت الحمسة تنزل في الرز واغر في دقية معنم يالله كده استوى المشبوس الدياي في الحين نطلع الحمسة وهذا الزعفران هنا الصفار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المتبوس الدياي جاهز وأنا حدي يوعان وأبدأ أمعلم بس لا الكويت مو كذا جميل لازم هذا ما ليه واحد أدول شي هذا اللي مرقة حطه كذا ونعمل الخلطة طبيطة وصل الدجاجة كذا بسم الله لا تعليق لا تعليق أهنيكم هالكويت والله انتم كدر يا عطاف أما أنا شوف يعني منذ حين المتبوس الكويت بيروحش في ستين داهية بسم الله شوفوا طبعا الحركة اللي علمتكم عليها طبعا الدجاجة هذه أفضل منطقة شايفين هذه المنطقة هذه المنطقة راح تروح وطي اليوم بسم الله اعطاف اعطاف صراحة نصرا نول شي أحبها للكويت مرة خالي حبها للكويت تقيقة ربي في الدماغ ربي في الدماغ لا يفوتك هيا يا بو الشباب يلا أنا مندمج معلك من لذته ومن جماله يا شيخة يا أهل الكويت أنتم حبايبنا طبعا هذه مشبوس كويتي بهرات ميد حلو ما حلو سوي قنبلة فخلينا ومع البيقول حكي الطفارة أحلى شيء يا معلم مشاري إيش ما قاعد يتفرّج إنتا كل ما يترنزح ما يتقلم لا لا شوف هنا في جناح لما تبشي خطر فندر في جناح نسا طيب يلا جيب هذا خده مية في المية أكيد ترى هنا الطعم اختلف هنا الطعم اختلف هنا في له صفار زعفران وهنا ما ليش في له الحمسة الحمسة ودي الكدادة يا معلم والله يا أهل الكويت ذلكم رفيع وهنيكم والله والله لا تروح يوطي والله وكده وصلنا نهاية الحلقة إن شاء الله أنكم استفدتم من حلقة اليوم وطبخة اليوم وهذه تجربة سويناها إن شاء الله أنكم يتجربوها وتعيشوا التجربة زي ما نحنا عشناها في نهاية الفيديو لا تنسوا تضغطوا الديرة ذي كنت تشتركوا معنا في القناة وتشوفوا آخر فيديو نزلناه ولا تنسوا تضيف ونستجرام ونسنابنا ونشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقة الجاية وعيش يوما أبامك يا ودو هيا هيا قوية تي